حذرت مصر من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة التي ستنجم عن الهجوم البرية واسع النطاق على قطاع غزة وحملت الخارجية في بيان لها الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تنتهي قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة كما عربت مصر عن قلقها البالغ من التداعيات الخاطيرة المحتملة لعملية العسكرية البرية وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد في عدد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العزل في انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجدت مصر مطالبتها للجنب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة محذرة من أن عدم التعامل الفوري مع المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات سيؤدي إلى كارثة إنسانية وزعزعة الأمن الإقليمية